الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم الدرس التاني في تاريخ الفكر الاقتصادي هستر بإكرامك ثوت تحت عنوان الفكر الاقتصادي في العصر الهيليني المقصود هو العصر الاغريقي هيلينستيك إكرامك ثوت أرجو أن يكون فيه الفائدة العظم لكافة حبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كان وعلى بركة الله نبدأ الفكر الاقتصادي في العصر الهيليني والاغريقي هذا هو الدرس التاني كما ذكرت في تاريخ الفكر الاقتصادي الدرس الاول كان تحت هذا الرابط أرجو رجوع إليه حين الحاجة وكان يتحدث بما هي محركات التاريخ يعني من وجهة تظهر الفلاسفة الفلاسوف هيكل قال بأن الفكر يحرك الوضع الواقع يعني بمعنى آخر أنه ثوت موفز ماتيريال في حين بأن كارل مارك المفكر الشيوعي قال بأن الواقع المادي هو الذي يحرك الأفكار ومن هناك انطلقنا الآن نتتبع في هذا المقطع مفهوم الدولة المثالية مفهوم الدولة المثالية عند أفلاطون وأرستو أفلاطون بليتو وأرستو وأرستوتل تشمل مبادئ العدل خلينا أميزها باللون أزرق العدل تقسيم العمل التخصص في الإنتاج التجارة البينية والخارجية المنفعية الملكية توزيع الثروة وليس يعني والسعر العادل هذه هي الأفكار الأساسية التي سنتعامل معها وهي الأفكار الأساسية التي طرحها هؤلاء الفلاسفة أو هذان الفلاسفين الفلاطون وأرستو وتلاميذهما طبعا قد يكون مفيد أن نبدأ ببعض حوارات فلاطون بليتو مع تلاميذه من الجميل أحبت طلب المتابعين أن تتابعوا ماذا كان الحوار الفلسفي العميق بين أفلاطون وتلاميذه على الأقل كما تخيلها أفلاطون حول مفهوم الدولة المثالية ideal state the ideal state كما وردت في البصد 6 من الكتاب الثاني لجمهورية أفلاطون أو ما يسمى play to republic وبالذات مفهوم المدينة الفاضلة نتابع نبدأ بحوار أفلاطون لتلاميذه أو مع تلاميذه عندما بدأ بالحديث يقول هذا هو طبعا فلاطون الصورة صغرتها حتى تكون يعني متناسقة مع الكلام هنا هنا يبدأ يعني بأحد الحوارات أفلاطون نقول ناشد لكن هو من أخوه ابن أخ أفلاطون أعتقادي أنه ابن أخ الأكبر وطبعا يتحدث مع بقية التلاميذ ناشدوه بكل الوسائل ألا يدع السؤال يسقط ما هو السؤال ضرحوا عليه سؤال عن الدولة وعن الظلم وعن العدل وما شابه وأن يعني أن يستمر بالبحث وأن يستمر بالبحث أرادوا الوصول إلى الحقيقة هو يقول أرادوا أفلاطون أرادوا وصول إلى الحقيقة أولا حول طبيعة العدل والظلم ثانيا حول الميزة النسبية لكل من العدل والظلم لاحظوا لي هلأ السؤال المطروح في هذا السياق هو شو طبيعة ما هو طبيعة أو ما هي طبيعة العدل والظلم وما هي الميزة النسبية لكل من العدل والظلم وقد أخبرتهم أتحدث الآن بلسان أفلاطون وقد أخبرتهم بما أفكر إذ أن طبيعة التقصي حول يعني العدل والظلم ستكون جدية وأنه يحتاج إلى عيون متبصرة قوية وقلت بأننا لسنا أبكية عظماء وعلينا أن نتبنى منهجا مختلفا سأبينه الآن هكذا هو كلام أفلاطون نتابع قلت لنفتر بأن شخصا قصيرا نظر قد طلب منه أن يقرأ أحرفا صغيرة صغيرة الحجم من مسافة بعيدة في الوقت ذاته خطر على بالي شخص آخر بأن حروفا مشابهة موجودة في مكان آخر أكثر اتساعا وحجما هنا حكمة تكمل أرجو التدقيق فيها وأن الحروف في المكان الأوسع والأكبر كانت أكبر حجما من حروف طبعا الصغيرة المظل قراءتها فإذا تحقق ذلك فإنه سيعد ماذا حظا عظيما أجاب أدامنتس وهو أحد الطلبة المتابعين واعتقادي لو رجعتم أنتم على تاريخ الهليني الغيقي بجوز يكون يعني هذا قريب من أفلاطون أو أنه اسم متخيل فقد نعم صحيح لكن كيف ينطبق ذلك على التقص الذي نقوم به نتابع عفوا قلت سأخبرك العدل هو الشيء الذي نبحث عنه هذا العدل هو فضيلة ثردية في بعض الأحيان عند شخص أو أشخاص وهو فضيلة في الدولة في بعض الأحيان أو في أحيان أخرى لاحظوا للعدل يقول أفلاطون بأنه فضيلة ثردية عند أشخاص جماعات مجموعة من الأطراد أو أنه عند الدولة في بعض الأحيان أجاب أدامنتس نعم صحيح قلت يعني أفلاطون أليست الدولة أكبر أوسع من الثرد يجيب نعم أدامنتس يقول نعم وأنا قلت في الشيء الأكبر حجما والأوسع سيكون مقدار العدل أكبر لاحظوا أنه كيف قارن بين الثرد من جهة والدولة من جهة وعندما نتحدث عن الشيء الأكبر هنا يغدو العدل أكبر ومن السهول أن نميزه بناء ذلك أقترح هكذا يقول أفلاطون أقترح أن نتقص طبيعة العدل والظلم مثل ما هم موجودان في الدولة ثم التقص عن طبيعتهما طبيعة العدل والظلم عند الفرد أي التقص من الكبير نحو الصغير ثم مقارنة الحال قلت أن الدولة تنشأ من حاجة البشر ليس فيها فرد يمكنه أن يكتفي بذاته الكل فيها لديه حاجات ولا يمكن أن نتصور أصلا آخر للدولة لاحظوا كيف التعريف والعمق بالتفكير يستمر فلاطون فيتخيل بأن الدولة بشر يختلفون في أهوائهم وأمزجتهم ومطالبهم وأعمالهم وأن لكل منهم حاجته وأن هناك أشخاص تنحصر وظائفهم في سد الحاجات سد حاجات الآخرين وعندما يجتمع كل هؤلاء الأشخاص أي أصحاب الحاجات مع من يسد حاجاتهم في حي جغرافي واحد تتكون الدولة تتكون الدولة وينشأ التبادل التبادل التجارة تبادل المنافع تبادل الأشياء ينشأ هذا التبادل بين الأفراد شخص يأخذ وشخص آخر يعطي ويكون التبادل في صالح الجميع والطعام هو أكثر الحاجات ضرورة وهو شرط للحياة أما الحاجة الثانية فهي السكن سأحضر الآن الطعام والسكن وهناك منطق في هذا الكلام كان أفلاطون يطرح السؤال على تاليم حول طريقة تسد الحاجات فقال لن يتخيل أن شخصا ما كان مربيا للماشي يلاحظون هنا تبدأ الآن عملية التخصص في العمل ودفجين أبليبر وتقسيم العمل وما شبه وهناك آخر عامل بناء وآخر حائق القماش وآخر صانع للأحذية وآخر يقوم بعمل إنتاج آخر ما يعني بأن أبسط أشكال الدولة أو الأكثر تجريدا The Most Abstract Formal State الأكثر تجريدا يتكون من خمسة أشخاص ينتج أحدهم واحدة من الحاجات الضرورية له وللأربعة البقية وهكذا يتصرف كل واحد منهم يعني كل واحد من الأشخاص الخمسة نتابع سبق أفلاطون في هذا السياق زمنه بعدتنا بعدة قرون وسبق آدم سبيث الذي نتغنى به بأنه الذي اكتشف Division of Labor أو ما يسمى بتقسيم العمل وSpecialization و Trade لا يعود الفضل إلى أفلاطون أو على الأقل هكذا الرواية التاريخية التي توصل إليها معظم العلماء ومنهم العرب بأن أفلاطون هو أول من يتحدث عن تقسيم العمل والتخصص والتجارة فسبق أفلاطون زمنه بعدة قرون وسبق آدم سبيث في استكشاف مبدأ تقسيم العمل Division of Labor فتصور أن واحدا من السكان السكان خمسة قد يكتفي بإنتاج الطعام لنفسه ولا يكترك البقية ما يعني بأنه يضطر إلى تصنيع الحذاء الذي يحتاج ويضطر إلى حياكة القماش الذي يحتاج وهكذا لكن قيام شخص واحد بإنتاج كل شيء هو هدر للوقت كما يقول أفلاطون سبحان الله فكرة عظيمة وبالتالي فإن توزيع الأعمال بين الأشخاص الخمس يؤدي إلى تعظيم الإنتاج وتراكم الخبر والمعرفة وأكد على قيام الفرد بما تقتضيه لاحظوا لي هنا في قول مأثور للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عندما طال بأن قيمة الإنسان فيما يحسن قيمتك أنت فيما تحسن فإذا كنت عظيما قيمتك عظيمة وتحسن الأشياء العظيمة الرائعة الإنتاج العطاء فأنت عظيم بهذه وبالتالي فإن توزيع الأعمال أذكرها ثاني مرة بين الأشخاص الخمس يؤدي إلى تعظيم الإنتاج وتراكم الخبر المعرفة وأكد على قيام الفرد بما تقتضيه طبيعته العقلية والجسمانية ما يعني بأنه أدرك معنى مبدأ الميزة النسبية وأكد هنا مبدأ الميزة النسبية comparative advantage اللي هي individualistic طبعا للفرد والجماعة والتخصص specialization يتابع حواره الأفلاطون مع تلاميذه بالقول هذا الفرد يتقن هذه الصنعة وذاك الشخص يتقن تلك الصنعة لأن البشر متفاوتون في قدراتهم الجسدية والعقلية وقد أكد على هذا المبدأ في واحد من حواراته بالقول هل سنحصل هذا قول يعني حديث مع أدمنتوس هل سنحصل على عمل جيد إذا قام الفرد بأكثر من عمل أم إذا قام بعمل واحد أجاب أدمنتوس عندما يقوم بعمل واحد وهو مبدأ التخصص في الانتاج الذي يفاخر به علماء الاقتصاد الوضع المعاصرون عن فائض الانتاج والتجارة يعلم فلاطون تلاميذه بواسط الحوار الفلسف الممتع كيف يستكشفون بعض المبادئ الاقتصادية البسيطة خاصة حول التجارة البينية انتر تريد والأكسترنال تريد أو فورن تريد لتجارة البينية والخارجية فيقول في واحد من حواراته مع ادمنتوس وأيضا لا بد من النظر المدينة هكذا يقول أن تجد مكانا لا يحتاج فيه الناس إلى أشياء مستوردة قد يكون لاحظوا هم لاحظ هذه الجملة أن تجد مكانا لا يحتاج فيه الناس إلى أشياء مستوردة قد يكون ضربا من المستحيل ما يعني بأنه لابد من وجود فئة أخرى من المواطنين المختصين تجلب مختصة مختصين بجلبها هذه الفئة من المواطنين المختصين بجلب السلع غير متاهرة بالخارج خارج المدينة طبعا وهم ما نسميهم التجار لاحظوا ميرتشانت يتابع حوار فلاطون يعني حواره قال لكن إذا ذهب التاجر إلى المدينة الأخرى خالي اليدين فبماذا يعود أي أن على المنتجين ألا ذولي هنا يكتفوا بإنتاج ما تحتاجه المدينة مدينتنا بل أكثر وعلى التجار أن يأخذوا معهم الإنتاج الفائض من القماش من الجلود من الأحدي ومثال ويستبدلوه بما نحتاج وهذا يعني بأننا سنحتاج إلى أكثر من رب واحد الماشية وأكثر من صانع واحد للأحدي وهكذا وسنحتاج إلى تجار إلى ميرتشنت في مجال المنفعية يكمن هدفنا وهكذا يقول أفلاطون في تأسيس الثروة المشتركة كومون ويلت هاي الترجمة الحرفية لكن معناته الرفاء والسعادة المشتركة للكل ليس في جعل فئة معينة من ناس وعداء بل في تحقيق أعظم سعادة ممكنة للمجتمع بأكمله نتابع الآن في مجال الملكي المشتركة ننتقل للفيلسوف العظيم أرسطو الآخر في الأخلاق النيكوميتشية هكذا ترجمتها نيكوميتشين أتيكس هذا الكتاب هو نيكوميتش أو نيكوميتش باللغة الغذيقية هي هو يعني اسم لابنه يعني وجه هذا الكتاب هذه الرسائل الفلسفية الرائعة وجهها أرسطو إلى ابنه ولكن أصبحت كتابا فلسفيا يحتوي على كثير من الحكم العظيمة التي أخذها من بعده التلاميذ والعالم كل استفاد منها فهذا هو أرسطو يتحدث كما يلي فيقول في السياسة كتاب السياسة تابعون فصل السياسة من الكتاب الثاني الفصل الخمسة كيف تكون ترتيباتنا للملكية بروبرتي هل ستكون ملكيات المواطنين في الدولة التامة هكذا سماها بيرفكت ستيت الدولة الكام ما فيها أي مشاكل هل ستكون ملكيات مشتركة أم ملكيات خاصة برايبت يعني يفرق بين الكمون بروبرتي اللي هي الملكية مشتركة وبرايبت بروبرتي اللي هي الملكية الخاصة فيقول حقا من الصعب دائما أن يعيش البشر مع بعضهم بعضا وكل شيء بينهم مشترك لا يقول لا يقول بأن الأشخاص يكون معزولين من الصعب أن يعيشوا مع بعضهم من بعض إذا كانت الملكية بينهم كلها مشتركة هذه البيت مشترك بين الكل هذا البرك هذا المطبخ هذه الأرض هنا من الصعب بصير خاصة في بجاء الملكية مشتركة فالشراكة مع رفقاء السفر خير مثال هكذا يقول الشراكة مع رفقاء السفر خير مثال على هذا حقا بأن الناس الذين يملكون شيئا مشتركا يتشاجرون أكثر من غيرهم وعندما ندقق بالأمر أكثر نجد بأن معظم هؤلاء لا يملكون شيئا بصفة خاصة سبحان الله هنا نظرة عميقة يضيف أرسطو لابد أن تكون الملكية مشتركة في بعض الأحيان ولكن لابد أن تكون خاصة بشكل عام لأنه إذا كان كل فرد يملك بعض الأشياء بشكل صحي فإن التذمر بينهم يقل ومن الواضح بأن الملكية الخاصة أفضل لكن بعض استخداماتها يجب أن تكون أو يكون مشتركا بعض الاستخدامات نتابع في مجال تقسيم الثروة كما ذكر division of wealth وليس distribution أنا لاحظ ولي طبعا والتشريع والإصلاح هنا التشريع legislation والإصلاح reform فتنبه أرسطو إلى موضوع الثروة والفقر وتبعاته هناك فقر عظيم جدا يعني أرجو أن تنتبهوا إليها وتدققوا بتبعاتها في المجتمعات قال بأن الفقر هو والد الثورة والجريمة الفقر حط هنا باللون الأحمر أميزها الفقر هو والد الثورة والجريمة الشيء السيء أن يغدو صاحب لاحظوا لي هنا يقول الشيء السيء أن يغدو صاحب الثروة فقيرا ومن المؤكد أن يسبب أصحاب الثروات المحطمة الثورات الثروات التي تحطمت عند الأغنية هؤلاء الأغنية الذين أصبحوا بقراء سيصنعوا الثورات المساواة في توزيع الملكية يؤثر في المجتمع السياسي وقد تنبه المشرعون أيامه لمثل هذا هكذا يقول هو طبعا لمثل هذه المسائل فلابد لمشرع أن يسعى إلى توزيع الثروة ليس بالتساوب بل بالاعتدال أرجو التكرّب هنا بالانتباه أن توزيع الثروة ليس بالتساوب بل بالاعتدال ويقول يتشاجر عامة الناس على عدم مساواة في الملكيات ويتشاجر أبناء الطبقات العليا على الجاه والسلطة دققوا في هذه الجوبة العظيمة وعادة ما تحدث الجرائم العظمى بسبب فائض الأشياء وليس بسبب الضرورة ولا يصبح البشر مستبدين كي يتقوا البرد وبالتالي لا يحظى بالشرف العظيم ذلك الذي يقتل لصا بل الذي يقتل مستبدا إن جشع البشر لا يمكن إشباعه فالإنسان يريد الكثير والكثير بلا نهاية لا تكمن بداية الإصلاح إلا في مساواة الملكية بل في تدريب النبلاء على كبح رغباتهم في زيارة الثروة وأن يمنع من هم في طبقات الدنيا من الحصول على الأكثر لكن من دون الإساءة إليهم لاحظوا لي هنا ترى هذه جملة خطيرة بمعنى آخر أبناء الطبقات الدنيا الذين اعتادوا على القل والذل ما بغنيهم دفعه وحده خلي الغنى التدريجي هو سيد الموقع وإلا تفسد حياتهم تفسد أنفسهم هناك أمثلة باللغة العربية يعني الخوف من جائع شبع والخوف من عار أو عريان يعني لبس أو اكتسى نتابع رأى أو رأى 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 فعلا أرصب بأن الثروة معبرا عنها بالسلع المادية تساهم في ازدهار الحياة لكن السعي السعية راحظوا لي هنا الثروة معبرا عنها بالسلع المادية تساهم في ازدهار الحياة لكن السعي لمراكمة الثروة لا يساعد في ذلك فالسعي نحو المكسب المادية هو شيء طبيعي بالنسبة لرب الأسرة لكن ما سماه الحصول على الثروة هنا الحصول على توله من أجل الثروة بذاتها هو شيء غير طبيعي وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدرهم والدينار وتعسى عبد القطيفة الذي فقط أنا أجمع الدينار من أجل الدينار وليس من أجل إنفاقه وإسعاد الآخرين هذا هي تعاسة وبؤس تخيل أرصت حالة مشابهة للآتي لنفترض بأن شخصا ما يمتلك أرضا مزوعة بأشجار الزيتون هنا عن يعني سندخل في موضوع ما يسمى بالسعر العادل وأنه ينتج كمية تفيض عن حاجته وحاجة هنا آسف هنا غطة طباعية وحاجة أسرته وبالتاء ومن وقت ذاته لدى شخص الشخص ذاته يعني شخص آخر كمية من حبوب ليصنع منها خبزا الآن يستوجد فن الكسب قيام الشخص بتبديل فائض الزيتون بحبوب حتى يصنع خبوب هنا لا يملك هذا هنا ليس لدى الشخص ذاته كمية من الحبوب ليس لديه لكن أرصت أدرك بأن المقايضة المباشرة قد تكون صعبة ما يعني بأن الشخص قد يبيع فائض الزيتون بالنقود ثم شراء الحبوب بالنقود وهذه العملية تؤدي إلى النتيجة المرجوة وهي الحصول على الحبوب من أجل الخبز فدققوا في هذه الجملة حتى نفهم بالضبط شو المقصود فيها بما يتعلق بالسعر العدل تحقق هذه الحالة العدل لأن الشخص باع فائض الزيتون بالنقود واشترى الحبوب بالنقود ليس زيتون بقمح حبوب بقمح والعكس ما يعني بأن المساوبة التبادل وعلى سبيل المثال هنا يعني مقصود فيها المساوبة التبادل وعلى سبيل المثال لنفتظ بأن شخصا ما باع صاعا من القمح بدينار وقام بشراء كيس بشراء كيس هو عفوا هنا كيس من السكر بالدينار نفسه ما يعني بأن الذي كسبه ابن البيئة كان دينارا وأن الذي اشتراه كان بدينار وبالتالي فإنه استخدم وسطا حياديا نيوترال ميديا ميديا ميديكسيين للتبادل هنا وسطا حياديا هذا بلغة العصر لكن سبحان الله أرسطس اكتشفها قبل الميلاد بثلاثمائة واربعمائة عام تابع لنفترض الآن بأن نحصل الشخص الذي باع صاعة من القمح قد ذهب إلى القرن المجاورة واشترى بالدينار صاعين من الشعير ثم عاد إلى بلدته وباع صاعي الشعير بدينار ونصف لاحظوا ليس بدينار لكن بدينار ونصف بقول هنا حسب ما بقول أرسطس يعتبر الربح الذي حققه الشخص من وجهة نظر أرسطس وهو نصف الدينار الفرق بين الدينار الأول ودينار ونصف كسب نصف دينار فعلا هذا فعل غير عادل يعتبر فعلا غير عادل وقت اخترح أرسطس بأن هناك شكل من أشكال الفائدة والمكسب يوزع بين الباع والمشتري وبالتالي فإن العدالة تستوجب وجود طريقة يقسم بواسطة هذه الفائدة أو المكسب وهي بالتأكيد لا تتعدى آلية السوق سبحان الله آلية السوق إذا كانت آلية عادلة لكن على ما يبدو لم يخطر على بال أرسطس في الكيام بأن تقييم سعر السوق هو أمر غير موضوعي سبجيكتف أي أنه أمر شخصي أمر شخصي سبجيكتف يعود إلى رأي الأشخاص الذين يتبادلون وهنا الظلم يقع لأنه كثير من value judgment مرات الرأي الشخصي قد يكون فقط لصالحي وليس لصالح الشخص الآخر اللي أنا بقايد معه أو أشتري منه أو ببيع نتابع ميزة أرسطو بين ثلاث أشكال من العدل المتعلق بالبيع والشراء الشكل الأول العدالة التوزيعية ما يسمى distributive justice الشكل الثاني العدالة التبادلية commutative justice والعدالة التصحيحية هو الشكل الثالث corrective justice هنا طبعا هذا الآن الرسمة التوغيحية أشكال العدل عند أرسطو العدل التوزيعي العدل التبادلي العدل التصحيحي ما هي هذه الأشكال بعد إذنكم العدالة التبادلية أو العدل التبادلية تعني مساواة الشيء بالشيء الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم أما العدالة التوزيعية فهي توزيع السلع المشتركة بين الأشخاص حسب النسبة والتناسب أي حسب الموقع النسبة للشخص في الهيكل الاجتماعي لتعكس مدى مساهمته في تحقيق أهداف المجتمع يعني الآن إنسان هنا أستاذ جامع على يميني وأستاذ جامع على يساري الأستاذ الجامع على يميني يبدل كل جهده ووقته في تعليم الطلبة وفي تحقيق أمان المجتمع لكن الشخص اللي عليه ساري إنسان كسول وإنسان متكسب ما يعني الآن اللي على يمين هذا إنسان مبدع شارك في تحقيق أهداف المجتمع والثاني متكسب فقط يعني زي المرتزقة كأنه مرتزقة وبالتالي الأول يستحق من السلع العام يعني المشتركة أكثر من الثاني وآخر نوع من العدالة هي الفعل الإضافي الذي يعيد العدل إلى مساره في حالة انحرافه نتابع في مجال الربا يوزري الربا لا شك بأن الحقبة والحضارة الهلينية هلينستك سيبليزيشن وعلى الرغم من هيمنة الوثنية عليها إلا أن بعض فلاسفتها قد تأثروا ببعض التعاليم الدينية التي تحرم الربا باللغة اليونانية توكوس بالإغريقي القديم اللهم وقد حارب معظم فلاسفة الغريق ومنهم أرسطو الربا باعتباره جريمة إنسانية بحق المخترض لكنه لم يكن محرمة لاحظه وحاربها في أيام الدولة أو العهد الهليني لم يكن الربا محرم بل مقنم في المدينة أو الدولة الهلينية هلينستكسيت ستيت وصل معدل بين 12 إلى 24 مئة ربا وقد وصفه أبو فلاطون بأنه يصنع الشر الاجتماعي The social evil created by usury لأن الربا كما يذكره في محاوراته يبين مدى بخل المقرض نحو الفقير المقترض إن الربا كما يقول يتناقض مع رفاء الدولة بسبب خلقه للطبقية والتضاد بين الطبقات الاجتماعية أما أرستو فقد تحدث عن الصفة غير الطبيعية للربا وقد توافق مع فلاطون حول الربا لكنه أضاف رأيا هاما بأن الربا يتناقض مع طبيعة النقود ويتناقض مع مبدأ العدالة ومع القانون الطبيعي أي أن النقود لا تتوالد يمكن الآن سنضرب مثالا من أقوال أرستو نفسه بعد قليل إن شاء الله نتابع أعتقد هنا هذا هو السلايد الأخير الشيء الملفث في عبدالي أرستو تعريفه لطبيعة النقود بأنها وسط للتبادل وقد كره الربا لأنه يعني بأن النقود تلد نقودا هذا المثال اللي قصدته وهو ما يخارب طبيعة استخدامها وأن الهدف من النقود هو التبادل وليس الزيادة بواسطة الربا فيقول في الكتابة الأول من السياسة تنتج الأشجار فاكهة وحتما مزيدا من الأشجار وتلد الحيوانات مزيدا من الحيوانات والبدور تنتج بدورا أخرى لكن النقود لا تلد شيئا فهي وسط لتسهيل التبادل إذا تعذرت المقايضة الآن بمعنى آخر النقود هي عقيمة عاقر والربا يعامل شيئا معدنيا لا يستطيع توليد نفسه وكأنه يتولد وأن له ذرية أوف سبرينج أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لنا جميعا لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم لغة الضاد لغة القرآن المجيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر مقطع آخر وليس كلمة أخرى أعتذر عن هذه الطباعة هنا وإن شاء الله قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر